مرحبا بكم مشاهدينا كرام في معايد نشرتكم الجوبزة رئيسية لتطلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي نبدأ هذه النشرة الجوبزة مشاهدينا الكرام كالعادة بإحدى المناظر الجميلة اليوم سنسافر بكم لهذا المنظر الجميلة لهذا المنظر الطبيعي الجميل من أزفون بنسبة الوضعية الجوبزة مشاهدينا الكرام المرتقبة لنهر الغد الخمس إن شاء الله حسب صورة القمر الصناعي أو الاستناعي أقول أن الوضعية المرتقبة إن شاء الله سحب كثيفة راح تمييزها إذن أغلبية تسواحل الوسطى داخلية ولاية الهدى بالعلي حتى ولاية الصحراوية لأكثر تفاصيل مشاهدينا الكرام شوفوا ورقتنا الجوية إذن لنهر اليوم إن شاء الله الخمس أمطار أمطار خيشة ستكون في المواعدة الجزائر بومردات تيبازا أيضا منخفض جوية سيكون محمل بأمطار على الولايات الغربية على وهر المستغانم سحب كثيفة راحية الداخلية حتى ولاية طب العدية وشمال الصحراء والولايات الصحرابية الوسطى بالنسبة لدرجات الحرارة إن شاء الله مشاهدينا الكرام مع فجر نهار الغد إن شاء الله إذن الخمس إذن منخفض جوية سيبقى محمل بدرجات حرارة منخفضة البرودة في المواعد 9 درجات على السطيف على البيض على الجل فالغواط 14 درجة على بشار 17 درجة على غردايا زلفانة بريان 15 درجة على ورق لنفس المقياس على تندوف وسط الصحراء 18 درجة على تامرس ويترتفع بمقياس درجة واحدة إن شاء الله على جاند بنسبة إلى الوضع المرتقبة إن شاء الله مشاهدينا الكرام بعد ظاهرة نهار الغد إن شاء الله الخميس إذن سوف نرى الورقة الجو بزا أمطار إن شاء الله ستكون في المواعد على السواحل الوسطى على السواحل الغربية على الجزائر بومرداس سيبازا أمطار كذلك على وهرن سحب كثيفة رياح ستكون قاوية بعض الشيء على ولاية هداب العليا حتى الجلفة الغواد سحب كثيفة ستتميز شمال الصحراء مرتفعة الهوغر والتسليل والولايات الصحراوية من ناحية الغربية بنسبة لدرجات الحرارة إن شاء الله مشاهدينا الكرام بعد ظاهرت نهار الغد الخامس نحن نرى درجة الحرارة نوعا ما ارتفاع نوعا ما طافل في درجة الحرارة على السواحل الوسطى 27 حتى 120 درجة 23 درجة مئوية على وهرن 25 درجة مئوية إن شاء الله ستسجلوها على النابة 23 درجة مئوية على تلمسان منطقة الغزاوات يبقى انخفاض محسوس في درجة الحرارة على سطيف باتنا خنش من 22 حتى 21 25 درجة مئوية على بشار تنخفض مقاس درجة واحدة على غردية 28 درجة على تين دوف بنعباس ترتفع بمقياس درجة واحدة على وسط الصحراء و 30 درجة بأقصى الجنوب برج بجي مختار إنجزا معين أزواء وأبليسا ننتقلوا لحل البحر إن شاء الله مشاهدينا الكرام للملاحة والصيد البحري ليهموا حل البحر إن شاء الله البحر مضطرب نتيجة إذا الرياح القوية تشحدها أغربية السواحل الشرقية الوسطى والغربية سرعة رضيحة فراوح من 35 كم في الساعة اتجاه رياحة السواحل الشرقية إن شاء الله ستكون شمالية غربية على السواحل الشرقية إن شاء الله جنوبية تماما على سواحل العوانة ججل إلى شمالية شرقية على سواحل نس دلس إلى شمالية تماما على سواحلنا الغربية سواحل مرسم المهدي مشاهدنا لحقنا نخيط نموعد نشاطكم الجوبيد الرئيسي نختمو هذه الورقة الجوبيد بشروق وغروب الشمس الشوق على ساعة سابعة واربع دقائق الغروب على الساعة السادسة ودقيقة واحدة مساء إذن لفتو نشاط الجوبيد لمزيد مع المعلومات والتفاصيل حول وضعيها الجوبيد مع لكم غير زوروا فيسبوك، انستغرام، أكيد يوتيوب لهي دايما في خدمتكم استمتعوا بهذه الأجواء الشاتوية وإن شاء الله خاصة لسواحي الوسطى والغربية نتركوا مع نشرة الدولية العالمية بدون تبقى فيها، أكيد تقناة وطرية تابعي بقى على خير، طالف رح لكم موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل